الفوضى هي عينها في الحافلة وقطار الأنفاق وقطار الضواحي فقد استحال الوصول إلى ريو دي جانيرو ومغادرتها كبوس يستغرق ساعات في وسائل نقل مقتضى بالركاب وقد باتت هذه المشقة أعلى تكلفة بعد أن دخل قرار السلطات البلدية بزيادة سعر تذكرة الحافلة بنسبة 9% حيز التنفيذ بالرغم من الاستياء الشعبي الذي أثاره تلك البصات غير مريحة نشعر بالحر الشديد فيها إذ لا وجود للمكيفات هذا أبسط شيء يجب أن يتوافر لنا وعلاوة على ذلك تعج البصات بالركاب ولا نجد أمكنة للجلوس وفي حزيران يونيو الماضي تظاهر مليون شخص في البرازيل للتنديد بارتفاع أسعار النقل وسوء حال الخدمات العامة والتكاليف الباهضة التي تخصص لدورة العام 2014 من كأس العالم لكرة القدم ودورة العام 2016 من الألعاب الأولمبية المزمع تنظيمها في ريو دي جانيرو ترجمة نانسي قنقر